دعت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج السلطات القضائية والإدارية إلى الإسراع بإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة إشكالية الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية المندوبية قالت في بلغ لها وإذ تعبر المندوبية العامة عن قلقها البالغ لتسجيل هذا التزايد المقلق فإنها تطلب من السلطات القضائية والإدارية الإسراع بإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة إشكالية الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية للتفادي ما قد يترتب عن هذا الوضع الإشكالي المقلق من اختلالاته وأكد المصدر ذاته أن عدد السجناء بالمؤسسات السجنية قد بلغ بتاريخ السابع من غشط 2023 مع مجموعه مائة ألف وأربعة سجناء وهو رقم قياسي علما أن الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية حاليا لا تتجاوز أربعة وستين ألف وستمائة سرير وذلك رغم المجهودات المتواصلة التي بدلتها المندوبية العامة للتحديث وتوسيع حضيرة السجون بالمغرب